واحد الانتخابات الامريكية اذا عطصت هيلاري فاز ترامب النهاردة بالليل او فجر الثلاثاء في المناظرة بين ترامب وهيلاري كلينتون كل المهتمين بالشؤون السياسية في العالم هيصهروا النهاردة لغاية الفجر علشان يشوفوا المناظرة بين هيلاري كلينتون وبين ترامب هيشوفها في امريكا مئة مليون مشاهد ودي اعلى مشاهدة في تاريخ امريكا في امريكا سين ان فوكسو نيوز حوالي ثلاثة مليون مشاهد لما بنوصل لنهائي كرة القدم في امريكا بيوصل لثمانين او اكتر من ثمانين مليون مشاهد النهاردة الفجر فجر الثلاثاء اللي هو مسائل اثنين في امريكا هيكون اعلى مشاهدة في تاريخ امريكا اللي هي المناظرة بين هيلاري كلينتون وبين ترامب العالم كله بينتظر هذه المناظرة وبينتظر نتائج الانتخابات مش بس امريكا لانها مش انتخابات محلية امريكية انما انتخابات عالمية لان نتائجها بتؤثر على العالم بكامله النهاردة لاول مرة هيبقى ترامب في مواجهة هيلاري كلينتون شخص مقابل شخص لان قبل كده طلع مناظرة اكتر من شخصية عشر اشخاص تقريبا اول مرة هيبقى مناظرة ثنائية ايضا لاول مرة في تاريخ امريكا في سيدة موجودة في سباق الرئاسة وقف في هذه المناظرة التاريخية ترامب معندوش اللي يخسره تجاوز لفظي موجود تجاوز اخلاقي موجود قبل كده اي اتهامات موجودة قبل كده وبالتالي هو معندوش خوف على شيء لانه معندوش شيء يخسره في البعض بيتوقع ان ترامب ممكن يعمل مفاجأة لكن التوقعات الرئيسية هيلاري كلينتون رئيسة لامريكا انما المفاجأة ممكن تأتي من ايه ان في جزء من الامريكان هيدوا صوتهم لترامب لكن عندهم حرج انهم ما يظهروا مؤيدين لترامب لانه في نظرهم ما يشرفش قوي انهم ما يقفوا معاه في العلن فهم ما هيقفوا معاه في السر وده ممكن يرفع اسهم ترامب انما الموضوع الرئيسي اللي هو خطير جدا ان لو النهاردة في المناظرة هيلاري كلينتون عطست او كاحت زي المرة اللي فاتت بطريقة تظهر ان هي في وضع مرضي سيء او سقطت في اي لحظة اثناء الحديث اذا ظهر اي اعراض مرضية زيادة على الرئيسة المحتملة هيلاري كلينتون اذا عطست هيلاري كلينتون اصبح ترامب رئيسا لامريكا ان هذا العالم بينتظر هذا السباق بين شخصياتين كتير شايفين انه كان من الانسب يكون بين شخصياتين اخريتين غير هيلاري وغير ترامب لكن لم يعود امام امريكا الا ان تختار بينهما